اشتركوا في القناة كيف تعاملها علما أنها طيبة وذكية وأخلاقها طيبة طبعا هذا الأمر لا يسمن ولا يغني من جوع لأن هناك من النصارى من هو طيب وذكي ومتقد الذكى وأخلاقه حسنة فهل يغني عنه ذلك شيئا الصلاة من أعظم ما أمر الله عز وجل بأدائه ويكفي أن نعلم أيها المسلمون أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا هل هو كافر خارج من ملة الإسلام أم أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر أكبر من الزيناء وأكبر من شرب الخامر وأكبر من السارقة هذا مسائل لا بد أن تعلم لأن الناس ده ما فيش ما كيعرفوش هذا الحكم كيت سهله كيفش أخلاق طيبة ومرضية الوالدين عش غادي ينفعه عش غادي ينفع شيء واحد إلا هو مرضي الوالدين ونسخوط رب العالمين مرضي الوالدين ونسخوط رب العالمين راه اللي ما كيصليش العلماء مختلفين فيه منهم من يقول بأنه كافر خارج من الملة بحاله بحال غوباغه جونه وغشاغه بحال هذو كنصار بل أشر لأن أهل الكتاب وهؤلاء مرتدون لأن الأصول لهم أنه مسلمون وكين من العلماء اللي كيقولوا بأنه مرتكب لكبيرة من أعظم الذنوب وهو أكثر من اللي كيسرق وكتر من اللي كيزني وكتر من اللي كيشرب الخمر هذا اللي ترك الصلاة ولكن مع الأسف الناس فاش ما عرفوش هادشي ولو كيتساهلوا وكيحكموا على الناس بمظاهرة وقالوا لكوا يدين المعاملة يدين المعاملة ولكن معها أداء الفرائض إلا شيء واحد ما كيصليش ما تنفعه معاملته راكين أحد الدباء اللي الناس ما كيفهمواش فهم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في الميزان حسن الخلق ولكن معناه حسن الخلق حسن الخلق اللي كيكون عند المصلي وعند الصائم مشيش واحد مثلك تركز زكا يعني كيمنع حق الفقارة وتيقول لك الأخلاق دياله حسنة لا مشي هو هذا المقصود المقصود اللي كيأدي الفرائض وكيتجنب الكبائر المحرمات ومع ذلك الخلق دياله حسن فهذا هو الذي يثقل ميزانه بحسن الخلق فبجزاف ديالنس كيفهمو فهم خاطئ تيقول لك المهم هو المعاملة الدين المعاملة راكين اللي كيصليه والأخلاق دياله مسيئة ايه اللي كيصليه والأخلاق دياله سيئة مقصر ولكن هو خير ممن أخلاقه طيبة ويترك الصلاة ولا مجال للمقارنة بين هذا وهذا لأنه واحد كيأدي الفرائض وكيفرط في بعض الأمور مشي بحل شي واحد كييجتهد في حسن الخلق وفي تعامل مع الناس ولكنه تارك لفريضة من فرائض الله عز وجل ترك الصلاة ولا تأكل رمضان ولا كده ولكن كي تعمل مع الناس بزياد هذا لا ينتفع بيدرك إذن هذه المرأة ينبغي أن تعلم ابنتها بأنها على خطر عظيم وينبغي أن تنصحها وأن تشدد عليها في ذلك خصوصا وأنها بلغت هذا السن الكبير وهذا أيضا له أسباب إذا بغينا نحن نحقق الأمر رغادي يقولوا بأن هذه الوالدين عندهم تهمة نصيب من تفريط لأنهم كيف يفرطوا في الأول حنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليهم وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فإذا كانت هذه المرأة مثلا قامت بالدور ديالها وعلمت بنتها تصلي من كانت عندها سبع سنين ومن اللي وصلت عشر سنين ضربتها وبدأت تصلي حتى وصلت لواحد سن مثلا فتمردت وقالت لها صلى الله عليه وسلم باقي وبدأت تترك الصلاة بشوية شوية ومع ذلك لا يجوز لها أن تتركها وأن تهملها بل تتابعها بالنصيح وتتابعها بالتخويف من الله عز وجل دايبا ابنتي الله يرضى عليك رأي تشركت دير الحرام هذا لا يرضاه الله عز وجل فالله عز وجل فرض عليك الصلاة وأنت ما شاء الله الأخلاق ديالك مزيانة وكذا وكذا كذا علش ما تتصلش شكي منعك قلت لني سخصو يسأل هذا السؤال علش الإنسان ما تتصلش علش ما الذي يمنعه ما الذي يمنعه أن يعبد الله عز وجل وأن يخضع عليه رأي إبليس طرده الله عز وجل من رحمته لأنه تكبر وأبى السجودة لآدم سجدة وحدة سجدة وحدة أبى أن يخضع علي الله عز وجل وأن يسجد لآدم هذه دبارة عبادة أمر الله عز وجل بها مش إحنا نقول يا ده سجود الباشار وكذا لا لأن الله عز وجل آمره بأن يسجد لآدم فلما استكبر أبلسه الله عز وجل وجعله رجيما وأبعده من رحمته سبحانه وتعالى يوادل لمسجد سجدة مسجد جوج مسجد أدام أصل الله لا ظهر لا عصر لا المغرب لا نهار لا نشهر لا عام ترك صلاة بالمرة كيف غد يكون الحال دياله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تترك الصلاة فمن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد بارئت منه الذمة تبيلها وتخوفها بالله عز وجل وتبيلها بأنه لمث على هذه الحالة فهي على خطر عظيم لأنك ما قلنا بعض العلمات يقولك بأنها درها أصلا لما كيصليش كافر بحاله بحال اليهودي بحال النصراني بل منهم من يقول بأنه لا يجوز أن يغسل ولا يجوز أن يكفن ولا يجوز أن يصلى عليه ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين هذا كله أحكام تجري عليه وهذا معروف في المذهب الحنبالي ويقوله ببعض العلماء ولكن حتى على القول الآخر فترك الصلاة شأنه خطير جدا إذن هذه المرأة ما تيقسش دائما تعهد هذا هذا البنت وتذكرها وتخوفها بالله عز وجل وتبيلها بأنها ما راضياش عليها لأن من الأمور اللي كيديروا للآباء وأنهم متي ما كيدوموش يعني هذه الفتاة مثلا لو بدر منها شيء مثلا نقوله مثلا إلى دارشي حاجة ديال شيقباحة مثلا فما غاديش تسقط لها غاديش تسقط لها غاديش يشهر قتليها صلي وقال لي يا الله غاديش تسقط الله عز وجل يقول وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها ما عمرك تي اسم قضية الصلاة دائما اللي عنده شيء راجل ما تيصل لش نصحه ديما يوم غدا يوم غدا يوم غدا اللي عنده شيء ولد ولا شيء بنت كذلك اللي عنده شيء مرأة كذلك وهكذا لأن المجتمع الإسلامي لا يصلحوا إلا بهذا لا يصلحوا المجتمع الإسلامي بأناس يتركون الصلاة هؤلاء لا خير فيهم وإن كانت أخلاقهم طيبة وإن كانوا يدرسون وإن كانوا يحصلون الدرجات العالية في الدراسة فلا ينتفعون بذلك والله فأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناء المسلمين جميعا طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر